ناقش المكتب التنفيذي بوادي حظرموت والصحراء في اجتماعه الدوري برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثير تقارير تقييمية عن مستوى أداء ونشاط عدد من مكاتب الوزارات والأجهزة التنفيذية وتناول الاجتماع تقرير عن نشاط الهيئة العامة للبحوث الزراعية كما وقف الاجتماع أمام الأرقام المفزعة في أعداد الضحايا بسبب الحوادث المرورية المختلفة بوادي حظرموت والصحراء وتكليف إدارة الأمن العام والشرطة برفع تقرير متكامل حول ذلك وخاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك